أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا على يوم 22 كانون الأول ديسمبر القمر موجود في منزلة النثرة ويها منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج رح يمكث القمر فيها لغاية ساعة 11 و38 دقيقة من بعد ظهر يوم الاثنين وبعدها بدو ينتقل القمر لمنزلة الطرف وهي منزلة يعني سيئة شوي هي للمضرة والمشاكل طبعا القمر موجود في برج السرطان بما أنه موجود في برج السرطان فبيأثر على جميع الأبراج في هذه الفترة صفات برج الأبراج على الكل فعشان هيك بنشعر في هذه الفترة بقوة العاطفة من حاول خلق جو من الأمان إلنا ولأحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي بنشعر بحافظ الالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجهة بوسعنا شراء عقار أو استئجار عقار أو زراعة نبتة أو شجيرة أو الانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اللي مؤثرة على الجميع خلال الفترة هاي اللي هي أول زاوية زاوية اقتران إيجابية بين الزهرة وبين بلوتو طبعا هي مش إيجابية صرف هي ممتزجة احنا منسميها ما بين السعودة والنحوسة طبعا هاي تأثيراتها لغاية يوم ثلاثين اتناعش بظلها مؤثرة علينا فبتخلق جوعا من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا لأنه في هاي الفترة ممكن تدعم أكثر وخصوصا الناجحة وبتتعزز أكثر فأكثر أما بالنسبة للعلاقات الضعيفة فهاي بتدفع للعنف وبتجعل مزاجنا عدواني وعصابيين وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة وهاي ممكن أنها تسبب خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية وهي أكثر خطورة في الفترة هاي واللي كثير من الأشخاص بيعانوا منها وهم مش عارفين شو السبب واللي هي تأثيراتها طبعا لا يوم 13 واحد هاي الزاوية بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبتخلينا شوي هيك نشعر بنوع من أنواع الإحباط أو الكسل أو الضغط أو هيك عدم القدرة على إنجاز بعض الأمور وفي نفس اللحظة بيراودنا نوع من أنواع اللي هو الإحساس أو التفكير السلبي إما زي حالات الاكتئاب أو عدم القدرة على التنفيذ أو الإحباط أو أشياء من هذا القبيل أما دوليا فهي بدل على تغييرات وأزمات مفاجئة في الحكومة واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كعواصف وزلازل وأمور العلاقة بالطائرات والسك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح يكون لها تأثير وطبعا في زاويتين القمر رح يشكلهم وفي زاويتين أوجهم اليوم للزوايا البطيئة طبعا أول زاوية هي زاوية بطيئة زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهاي طبعا مستمرة مقلها أيام ورح تستمر لغاية يوم 24-12 هاي الزاوية تلقائيا بتدفع بحضوذنا بصورة عامة على المستوى الشخصي والنفسي والاجتماعي والمهني بشكل إيجابي طبعا هاي الزاوية ذروتها الساعة 12 و 31 دقيقة بعد منتصف هذه الليلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام ساعة 6 و 25 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بعض الأشخاص بسبب هاي الزاوية بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجهي الطبع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون ذروتها الساعة 8 و 16 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج طبعا هاي الزاوية كلها تأثيرها طول اليوم هاي الزاوية لأنها إيجابية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية بأرض بطيئة ذروتها طبعا اليوم ولكن هاي تأثيراتها لغاية يوم الغد يعني بكرة في ساعات المساء بنتهي تأثيرها هاي الزاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين أورانوس طبعا ذروتها ساعة ثمانية وسبعة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينش طبعا تأثيرها طول اليوم ومستمر زي ما حكينا ليوم الغد اللي هو واحد وعشرين اطناعش فهاي زاوية تعطينا قدرة إننا ننشط بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في نفس الوقت وكمان بتعزز قدرتنا العقلية فبيسهل علينا حل وفهم مساء العلمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة بقوة الحدث الموجودة لدينا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية اليوم اللي لازم إننا ننتبه إلها تحديدا ونوفر لها العناية الإضافية المعدة، الكبد، الصدر، الغشاء المخاطي، المبيض، الرحم، المهبل، الثدي غشاء الجنب اللي هو الغشاء اللي بيغلف الرئة، السفاق وهو الغشاء اللي بيغلف جدار البطن الداخلي وبيغطي الأعضاء الموجودة داخل البطن الجهاز اللي مفاوي وعظم الصدر هذولا أكثر النقاط اللي بتكون أكثر حساسية واللي برضو ما مننصح لإجراء عمليات جراحية اليوم برضو لأنه القمر رح يكتمل بدر أو هو مكتمل بدر ففي هاي الحالات مننصحش بالعمليات الجراحية إلا الطارئة طبعا هاي الأعضاء اللي ذكرناها برضو ما مننصح تحديدا إلها أنه نشتغل فيها بعمليات جراحية كبيرة باقي العمليات الجراحية للجسم يعني إذا كانت اضطرارية ممكن أنها تمشي بطريقة أسلم بالنسبة لعمليات التجميل طبعا لا ننصح نهائيا بعمليات التجميل لا الحق ولا الجراحة ولا يصلح اليوم هذا أيضا لإزالة الشعر الزائد طبعا بسبب اكتمال القمر بسبب تراجع الزهرة بسبب يعني نحوسة الزهرة برضو أعطت يعني دفعة أكبر للأمور هاي بأنه لا يصلح هذا النهار للأمور التجميلية ويصلح للقص الشعر العادي يعني واحد يقص شعره أو بده يصبغ شعره فهذا أمر عادي ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا طبعا هو إلو آثار ننصح فيه ما في أي مشاكل لمطعم كورونا ولكن هو إلو آثار جانبية لأنه برضو زي ما حكينا أنه بيأثر على الغدد اللينفاوية فهذا الإشي ممكن يرفع درجة الحرارة أو تشعر بآلام أكثر مكان وخز الإبري تحت اللقاح فهذا يمكن تعالجها إما في البندول اللي هو على أساس تخفيض الحرارة وكمسكن وعشان إخفاء الإحمرار اللي موجود بيصير مكان الألم أو مكان الحقن بتأخذ اللي هو أنتيهستامين أو هستامين اللي هي أدوية التحسس بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج السرطان خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء واحد وعشرين اتناعش بيبدأ في تمام الساعة ثنتين وثلاث واربعين دقيقة عصرا وبيستمر حتى تمام الساعة تسعة وثلاث وخمسين دقيقة مساء لينتقل القمر لبرج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل لأنه اكتمل اليوم اللي هو موعد بث الحلقة غدا بيبلش يصغر ولكن الانحسار بطيء بالنسبة للقمر فعشان هيك رح يظهر في السماء على أنه مكتمل عمره ستعشر يوم في تمام الساعة ثلاثة وستة وثلاثين دقيقة بعد العصر بيصبح سبعتاشر يوم نسبة الإضاءة تتراوح ما بين خمسة وتسعين وثمانية وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم واحد وعشرين اتناعش اليوم سعيدة بنسبة ثلاثين في المية القمر في السرطان حتى يوم واحد وعشرين اتناعش الآن هو سعيد بنسبة خمسة في المية ولكن في ساعة الصباح بيصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية وبيكمل طول اليوم ثلاثين في المية عطارد في الجدي حتى يوم اثنين واحد سعيد بنسبة خمس واربعين في المية الزهرة في الجدي بتراجع حتى يوم تسعة وعشرين واحد اليوم هو سعيد بنسبة صفر يعني لا مش منتحس وساعاته مش كبيرة فعشان هيك بظل بس انه بعطي جوه من السعادة ولكنه بنسبة صفر المريه في القوس حتى يوم اربعة وعشرين واحد برضو منتحس بنسبة صفر المشتري في الدلو حتى يوم تسعة وعشرين اتناعش سعيد بنسبة خمسطعش في المية زحل في الدلو حتى يوم أربعة ستة منتحس بنسبة عشرة في المية قرانس في الثورة بيتراجع حتى يوم ثمانتاش واحد منتحس بنسبة عشرة في المية نبتون في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسطعش في المية بلوتو في الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر بما أنه استقر في البيت الرابع يعني تربيع مع برجكم هو بعطي إيجابيات وبعطي سلبيات أول شيء اليوم رح يتركز كل أموركم أو تتركز على الأمور البيتية والعائلية فبتنهمكوا بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهم شيء أنكوا ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم أهم شيء أنه اليوم تحذروا من التصرف العدائي وحاولوا أنكوا ما تخالفوا القوانين والإرشادات ممكن اليوم تعانوا من الإرهاق النفسي وممكن تسمعوا عتاب أو لوم بسبب إهمالك أو تدخلك في شؤون أحد الأشخاص المقربين وهذا الإشي يعني يوصلك لإما أنك تسمع كلام جارح أو يصدر منك كلام جارح الأجواء فيها بعض الإيجابية أنه ممكن يكون فيه مناسبة أو احتفال أو تجهيز لأمر رح تنهمك فيه خلال هذا اليوم برج الثور بتنشطوا اليوم في أمور ممتازة جدا لأنه القمر صار موجود في البيت الثالث فعشان هيك اليوم عندكم نشاط عالي جدا على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات السفريات القصيرة التنقلات والاهتمام بالاتصالات وأيضا الاهتمام بالسيارات في منكم رح يهتم برضو بشؤون الإخوة أو الجيران أهم شيء أن تكونوا أكثر صبر على الطرقات أثناء قيادة السيارة هذا يوم مناسب لإجتياز امتحان ممكن اليوم تعبروا عن رأيكم ولكن بهدوء وبدون إثارة العدوات وبدون العصبية لا تتركوا مجال للغموض بالكلام حاول أنك تكون واضح بكلامك باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة اليوم ما رح تهدأ وطيرتك اليوم عندك نشاط عالي فحاول تستثمره لكل شيء يعني رح يكون لصالحك برج الجوزاء اليوم تتركز الأمور كلها على الأمور المالية فاليوم بفتح لك مجال للمكاسب المالية المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي منكم أشخاص اليوم ممكن يستردوا أموال إلهم أو أموال بتعود لهم أو يحصلوا على هدية أهم شيء إنكم تخففوا من النفقات قدر المستطاع اليوم ممكن تناقشوا موضوع بتعلق بتمويل أو قرض أو ممكن تحصل على تسوية كان صعب إنك تحصلها بالفترة الماضية أو تحصل على طريقة لاسترداد أموال لإلك أو سداد قرض معين اليوم بفتح أمامك أبواب الحوار والنقاش البناء ممكن تبرر مواقفك وتوضح أي سوء تفاهم بطريقة ممتازة جدا برج السرطان طبعا اليوم القمر استقر عندكم ألقى بنوره على نسبة كبيرة من موليد برج السرطان فعشان هيك اليوم أنتوا مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم شيء ما تترددوا في فرض وجهة نظركم اليوم بترتفع المعنويات والأجواء واعدة بحسم إيجابة أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة في حياتكم بتحمل هاي الفترة تقدم وأخبار جديدة وبتعيد النشاط لحياتكم اليومية بتعتبر هاي الفترة من أجمل أيام الشهر لأن الطاقة بلشت ترتفع بلشت تعوضوا كثير من المسائل اللي كانت ضاغطة عليكم في الأيام الماضية صحيح أنه كانت الأجواء مش سهلة وفي كثير من موليد برج السرطان ما كانوا فاهمين السبب ولكن لو بسمعوا الزوايا وبدمجوها مع التوقعات كان عرفوه برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا للأسف الشديد القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك اليوم تجدوا نوع من أنواع العصبية الإحباط التوتر فعشان هيك بسيطر التعب عليكم اليوم حاولوا أنكم تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل العاجل وحاولوا تخلدوا للراحة من وقت لآخر ممكن تكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسائر والفشل أو التعب الصحي مثلا خلال هاي الفترة الأجواء دائما بتكون ضاغطة كل شهر لما بيكون القمر في بيت المتاعب فبتفشل الأعمال في حصد النجاح وبيخيب الأمل لتأجيل أو لإلغاء أو حتى لإحباط شخص بيكون وعدك بشيء معين واليوم بيخلف وعده فهذا إشي طبيعي بتكون حاجز لشيء وفجأة بيلتغي الموعد برضو شيء طبيعي يعني حاول إنك تكون متقبل هذا الأمر وتستغل الأمور بشكل روتيني برج العذراء طبعا اليوم عندكم نشاط اجتماعي طبعا بلشتوا تحسوا بنوع من أنواع الإرهاق بسبب اقتراب القمر لبيت المتاعب ولكن بيظل في نوع من أنواع النشاط الإجتماعي ابتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء إنك تتجنبوا انتقاد أي أحد اليوم ما بنفع الانتقاد الانتقاد هذا بعود عليكم بالانتقاد المقابل أو بالمواجهة اليوم بناسبك العمل من ضمن المجموعة من الزملاء أو الأهل أنت بحاجة للتحالفات اليوم ممكن تفرح لتفاهم الآخرين لإلك وتحصل على التأييد وتشارك في ورشة عمل الأجواء بتدعمك إذا استغلتها اجتماعيا زي ما حكينا ولكن بالمقابل بدك تضبط أعصابك وحاول أن يكون كلامك واضح وابتعد عن الانتقادات قدر الإمكان برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين الأجواء طبعا لما بكون القمر في بيت السمعة بعطي إيجابية وبعطي سلبية اليوم بإمكانكم أن تحصلوا أمور أو إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم وحتى يكون الأجواء مناسبة لطريقة التعامل ما بينك وبين المسؤولين إذا كنتوا ملتزمين بعملكم وبرضو هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل اليوم بتشعروا وكأنه محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف معك هذا السلبية لأنه ما فيه هيك بتحس أنه برضو كمان ما فيه نوع من أنواع التعاون ما تخشى شيء ما تخشى المواجهة ما تخشى المنافسة أهم شيء أنه تتحلى بالمنطق والعقل الراجح الفترة هي طبيعتها فيها قلق وتوتر فعشان هيك يحاول أهم نقطة أنك ما تشوه سمعتك ما تخالف القوانين ما تغامر وما تجازف برج العقرب بما أنه القمر وصل للبيت التاسع يعني بيت حليف وقوي بالنسبة لكم على مستوى السفر أوراق سفر أوراق هجرة أوراق قضائية قضية قضائية مثلا امتحانات جامعية مناقشات جامعية اتصالات بعيدة تعامل مع الأجانب كل هاي الأمور اليوم بين إيديك اليوم تقدر تستغلها على حسب حق الاختصاصك أهم شيء أنك تكون أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيش أجمل اللحظات وأكثرها حظا حتى عاطفيا بتختفي المنافسات والعدوات وتسهل جميع تحركاتك أهم شيء أنك ما تقف ساكن اتحرك عشان تحصد من هاي الفترة إيجابيا إذا ضيعتها عدد تكون بسببك برج القوس القمر اليوم موجود في البيت الثامن يعني بيت الأموال المشتركة بيت الميراث بيت سداد الديون بيت أموال الشريك بيت القروض طبعا اليوم بتنهمكو في ضبط شؤونكم المالي المشتركة رغم النفقات ولكن في فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أو قرض أو سداد أمور لا إلك يعني أموال لا إلك بتستردها أهم شيء أنك تتصرف اليوم بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع ولا إعادة بعض الأمور لنصابها حاذر من مخالفة القوانين والتعليمات حاول أنك ما ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين ممكن اليوم تعالج موضوع مالي أو إداري أو إرث أو أموال إلك وبتحاول أنك تحصلها يعني في نقاشات على الأمور المالية ممكن تكون ذي جدوى ممتازة برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة اليوم القمر مقابلكم تماما هو بعزز الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة بالارتباط بالزواج توطيد العلاقة المصالحة التقارب مع الشركاء العاطفة العمل يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن المشكلة أن طاقتكم بتكون ضعيفة فعشان هيك حاولوا أنك تبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل والعاطفة ولكن بتكون تنتبهوا أنه برضو هاي الفترة متوترة فممكن تتورط في أزم ما ممكن نقاش خلاف لأنه هاي بتجيب لك بعض العدوات الفترة هاي فبدك تكون حذر ممكن تضطر للإبطاء في مسار بعض الأمور أو الخطوات يعني تغير اتجاهك أو نمط معين أنا بشوف أنه هذا الإشي ممتاز أهم إشي أنك ما توجه انتقاد لأحد وما تبادر بالصدام مع أحد برج الدلو طبعا القمر الآن موجود في البيت السادس بيت السادس يعني بيت العمل وبيت الصحة وهو ضاغط شوي بيكون لأنه مراحل المقابلة فعشان هيك اليوم بتجدوا أنه مش كل الأعمال بتقدروا تنجزوها أو بتكون مرهق كثير من كثرة الأعمال اللي بتكون مو كليلة إلك عشان هيك بتكون حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم حاولوا أنكم ما تدخلوا في مواجهة مع زميل في العمل أو مع مراجع في العمل أو مع رئيسك في العمل حاذر أنك ما تتغيب عن عملك بدون سبب ما تهم الأعمالك أو تسلمها ناقصة حاذر برضو من التراجع الصحي صحيح ما في قلق ولكن إن شعرت بشيء صحي راجع طبيبك غير أولوياتك إذا دعت الحاجة وما تعاند باكر للعمل تفادي لأي تأخير في الأعمال يعني الأجواء زي ما حكينا هي ضاغطة في البيت هاد لأنه بدأ في مراحل المقابلة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا الأجواء ممتازة جدا اليوم لأنه القمر صار موجود في البيت الخامس لألكم وبما إنه وصل للبيت الخامس معناته بيت الرغبات بيت التقرب من الأحبة بيت الحب بيت العاطفة بيت الأبناء بيت الوالدين بيت الهوايات بيت الترفيه يعني الأجواء على كل الجهات سيكون فيها أشياء إيجابية اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة اليوم برضو بيقدم لك فرصة مناسبة للمصالحة وللتسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا ممتاز جدا هاي فترة إيجابية ودعملة إلك حاول إنك تستغلها بالأشياء اللي أنت بتطمح لها الحضوض بتدعمك شوي عشان هيك استغل الطاقات الإيجابية هاي لإنجاز كثير من أعمالك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء